الله السؤال بيقول أنا معايا تلت أطفال بضرف فيهم كتير قوي لا حاول ولا قوة إلا بالله استغفو الله العظيم بضرف بضرف فيهم كتير قوي لو عملوا أي حاجة غلط مع أني لو قعدت مع نفسي شوية أحس أني ظلمتهم مش عارف أعمل إيه تعوضي مع نفسك شويتين كتار يعني تعوض أو تعوضي أنتو الاتنين تعوضوا وتفكروا يعني أنا أقول لكم بس خمس حاجات تفكروا فيها وتعايقوا نفسكم من دلوقتي فيها أنا أعرف ناس كتيرة ضربوا أولادهم فأولادهم أصحيح ما كانوش في سن يخليهم يجيلهم تباول لا إرادي بس بقوا ماشيين ما بين الناس كأنهم عراية أنا أعرف ناس ضربوا أولادهم فأولادهم حسوا أن في أي وقت وفي أي لحظة ممكن حد يجي يعتدي عليهم وما يقدروش يرد اعتداءهم لأن هم وأبوهم بيضربهم هم مكتفين وهم بيضربهم مكتفين مش هيقدروا يعملوا حاجة فهو حسس أن في أي وقت ممكن حد يجي يعتدي عليه وما يقدرش يدفع عن نفسه هذا الاعتداء بالمناسبة أعرف ناس كمان اتضربوا من أهلهم والضرب ده عمل لهم حالة من حالات ما بقوش بقين على أي حاجة وبقوا حالتهم كرب مش عارفين يحبوا حد وعندهم منطق إذا كان أحب الناس إلي ضربني لغاية مشوه نفسي وخاصة في الضرب اللي أنت بتتكلم عنه مش حد رابع كمان أعرف ناس رابعين اتضربوا فحسوا أن هم محتاجين ينتقموا من الناس كلها ليه؟ حسوا أنه ليه حق عند الناس دي كلها ليه؟ لأن أبوه ضربوا وأمه ضربته ومحدش دفع عنه أنا مش بقول كل الكلام ده فيه صواب لك أنا بقولك اللي حصل في الناس فيه واحد أبوه أو أمه ضربته فإيه اللي حصل بقى أي حد ممكن يزله ويبتزه ليه؟ عايز أي حد يحسسه بالحلان اللي فقده كارسة يعني مسألة الضرب اللي أنت بتتكلم عنه ده أنا بضربهم أوي 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 أنت بتعجاهزه منهم يبقوا عبيد أي حد يبتزهم وأي حد يتسلط عليهم وأي حد يقهرهم طب وإذا نجب ده ممكن يقهروا ناس دنيين عشان يلي يتخلصوا من ترومة القهر اللي كانوا فيه أمه فيه في الغالب الضرب اللي أنت ضربته لأولادك ده لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرحم الأولاد يكون عندهم سمد نفسي قادرين يتحملوا صدمة الضرب اللي أنت فيه ده عايق بقى أسكى أخواته تقولي أسكى أخواته المفروض حضرة النبي قال فليأكل خيرا أو ليصمد هيطلع يقول لك إذن الوقت طب ما إحنا كلنا اتضربنا وإحنا صغيرين الله أنا أكلمك عن حضرة النبي أكلمك عن أخلاق الصالحين وإنت بتكلمني على أن كلنا اتضربنا طب وده اللي بيحصل إيه بقى بيحصل أن أنت أي حد يدوس لك على طرف تعتبر نفسك إيه من حقك أن أنت تفرمه وإنت إيه اللي حاصل محمل بالعنف اللي تربيت عليه هو مين قال لك أن إحنا ما إنتوا قاعدين طول النهار بتقول لنا إحنا كلنا مرضى نفسيين طب ليه يا سيدي كلنا مرضى نفسيين مش ده ممكن يكون من أننا كلنا اتضربنا وإحنا صغيرين أنت ليه محسسن أن الضرب ده أملة ليه محسسن أن الضرب ده سنة ليه محسسن أن الضرب ده إيه حاجة رائعة آه عشان بعد كده تستخدم الضرب في أواقع الشخصية أن أنت تضرب من راتك وتقولي الضرب ده موجود لا 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 أنا حس أن المنطق ده لازم يختفي يعني منطق أننا احنا اتضربنا وإحنا صغيرين لازم يختفي لازم ما يبقاش موجود وما حدش يجي يقولي أبدا وما لعنعاقب الناس إزاي وأنت لازم يعاقب الناس تكسر نفسهم وأنت عشان تقدر تدير حد لازم تزله من بالك اللي بتعمل فيه كده أولادك هم يجس طبعا فيه واحد بقى ثالثة أنا سامعه من بعيد يعني أنتوا اللي عصتوا الأولاد علينا وخليتهم يقولون أنه مفيش ضرب مفيش ضرب مفيش ضرب مفيش ضرب يزل لأي حد وعدين أنتوا جايين في العصر ده اللي الناس حاسين بكرمتها وكرمتهم منتفخة تضربوهم طب إيه رأيك أنتوا بتعملوا حرام ما تعملوا شك كده تاني ولو عملتوا كده تاني أعرف أن أنت هتتحمل كمان الأثار السلبية لعملك ونكتب وقدموا أثرا يعني اللي أنت بتعمله ده الأثر اللي هيحصل في قلب ابنك وفي قلب ابنتك ده أنت هتشيله أنا عايز أسمع بقى خلاص خلاص يا مولانا مش أعمل كده ده أه لو أنت بتقول كده توب إلى الله وعشان تتوب إلى الله تعمل اللي أنا أقول لك عليه أول حاجة تروح تعتزل للولاد تعلموا الأولاد دول عبيد لله زي ما أنتوا عبيد لله فلي بيغلط فحق أحد بيروح يعتزله فروحوا وتزلوا لأولادكم لهم حققكم علينا إحنا كنا في الحقيقة مش نطقين إحنا في الحقيقة كنا للأسف ما عندناش وعي للأسف ما كناش عارفين يعني إيه أولاد روحوا لهم كده إحنا مش عارفين نعمة يعني نشكر نعمة ربنا عليكم فأول حاجة الاعتزار تعتزلوا لأولادكم تالي حاجة تعودوا معاهم وتسمعوهم تسمعوهم أمم عايزين إيه وتحاولوا تتعاملوا معاهم بهذه الطريقة تالت حاجة وده مهم جداً 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 بعد ما تسمعوهم إيه اللي حاصل تبتدوا معاهم بالاتفاق على أول خطوة تعملوها في تعديل طريقة عيشتكم مع بعض قادرين نعمل كده؟ آه قادرين نعمل كده أنت أيها الإنسان الذي تقول بعد ما أيها المشاهد الكريم اللي بعد ما بتقول إن أنا بعض ما بضربهم لما بعض مع نفسي بحس إن أنا غلطان طبعاً نقعد لقعدة دي دلوقتي ونخلي الأولاد نفسهم يساعدونا يعني نخلي أولادنا نفسهم يساعدونا إن إحنا نتخلص من ده وعشان كده ممكن كل واحد فينا يسأل الله مدده إنه يهديه ويثبته فقول يا رب اللهم ثبتني على اللين واللطف والرفق فإننا نعلم يا رب أنك تحب الرفق وأن الرفق ما كان في شيء إلا زنة وعبدك يطلب منك أن تزينه بالحلم وأن تزينه بالكرم وأن تزينه بمحاسن الأخلاق يا رب العالمين